أنه بعض المواطنين كي يروح مراقبة تقنية كاش مركز ما تعجبوش الملاحظة يعني يروح يبدل مركز آخر وينحولوا الملاحظة ويعني هذه التجاوزات حقيقة أنا اسمعت برنامج ألا كل حال برنامج رقمي ركوت درتوه ولا ركملته وش تقدر تقولنا على هذا البرنامج يعني أستاذ إذن البرنامج الرقمي الحالي نرانا بدينا فيه في سنة نوفمبر 2022 درناه على مستوى وكالة مراقبة تقنية للسيارات لولايات الجزائر وابومرداس وفيهم عبداية شهر جونفي عممنا على مستوى ولايات الوسط جميعا عندما يستخمسين وكالة رأيهم وطبق فيها ثبتنا لهم هذا البرنامج هذا البرنامج هذا وش يسمح للمراقب لما المراقب فيه جهاز المراقبة التقنية لكونسول أنه يدخل رقم تسجيل المركبة مباشرة جميع النتائج المراقبة التقنية للمركبة اللي دارها الزميل تعمراقب فيه وكالة واحدة أخرى راح يخرجوا مباشرة متوقفة هذه المركبة من مركز لآخر راح تكون عنده جميع المعطيات وبالتالي إذا أصلحت هذه المركبة عليها نحوسوه إذا لم تصلح وبالتالي راح المراقبة راح يعود نفس الملاحظة الشي هذا معروف أنه كل ما تكون عصرنا ورقمنا بزاف كل ما الشفافية تنتهى الأمور تلك المراقبة التقنية راح تكون وبالتالي جميع المراقبين راح ينشوفوا نتائج تلك المركبات اللي تجوز عندها إن شاء الله